اشتركوا في القناة ومعتمدين ورؤساء مديرين عامين واستثنية من القانون رجال الاعمال ورغم ما حدث من ضجة في قاعة المجلس وملاسانات وهذا امر يحدث في كل برلمانات على كل حال ما نشبش نقف عنده برشة في العالم التي يصل فيها الاداء الى استعمال العنف الكريسي فان اقرار هذا القانون الاساسي فيه برشة دلالات وهي محل خلاف بحسب المواقع السياسية والديولوجية لأصحابها وضرورات ميزان القوى كما نعرفه في السياسة وايضا بحسب الزاوية اللي يتم منها نظر للمصالحة انا نقول مجتمع غير متصالح لا يستطيع ان يكمل انتقاله الديمقراطي في اتجاه الاستقرار السياسي واقتصاد الوفرة ولا يمكن ان ينتج اصلا يبقى له في العرك وفي التجذو بيت وفي الفوضى وبعض الاراء العقلانية اللي تأيد مبدأ المصالحة ومعرفت ما حدث وفق ما قولت حتى لا يحدث مرة اخرى ما حدث لنا في السابق هي في الحقيقة هي الوسط بين نقيضين قصوويين واحد منهم يمشي الى ان من حمل مسئولية في النظام السابق لحق له في البلاد ويجب استئساله واستبعده وهو رأي اقرب الى ما حدث في العراق في ليبيا من اجتفاف يكاد يصل الى المجتمع بكامله وقواه الحية والفاعلة وقد انتج الخراب والدماء والدمار وفي مطلق الاحوال فان هذا التوجه بقي اقليا بدليل نتائج الانتخابات واتجاهات الرأي العام اللي تعكسها ادوات التواصل الاجتماعي واستطلعات الرأي في الحد الادنى ثم رأي اخر مغالن ومتشدد ومتطرف لا معناها يقل تطرفا على هذا لا يدرك ابدع بعاد الاستفزاز والتحريض اللي يحمل حينما يتجاهل اهمية الحرية حرية التعبير حرية الرأي والانتماء وبلغة اخرى نقض السلطة والمطالبة بالحقوق دون خوف من اجهزة قمعية وعائلات فاسدة متنفذة ونسيان ان من كان يريد الصعودة في السلم الاجتماعي يجد نفسه مجبرا على الانتماء للحزب الواحد وتملق سيادته واخفاء الحقيقة في سبيل المصلحة الفردية وهذا يجباته ثورة ابريتو استشهدوا فيها ناس وبكات فيها امهات وتطلع فيها مثقفون وطبقة وسطة وغيرها الى الحرية بدليل نهار اللي هبطوا يهدروا كالواد كالسيول الجارفة في سفاقس وفي تونس نهار 14 جانفي وكذلك نهار اللي الكرتوش يلعلع في تالة وفي القسرين ويموتوا تسعة وربعظهم والناس ما ترجعش لديارها حيث تقتصر الحجاج على ان الوضع الاقتصادي في ظل الاستبداد كان افضل وان الفساد الان اكثر مما هو عليه في السابق وانه لسعار غلات وانه البلاد خربوه والحقيقة ان الفسيدين الحاليين هم بنسبة 99% اتدربوا على النهب المؤمن بالولاة والسرقة والتهرب الضريبي صحبة قروش من العائلة المالكة ووزراء وموظفين فاسدين وان شاء الله التجربة ما تتعودش اما وان البعض ممن يعارضون المصالحة في هذا البعد الاداري يتحدثون دائما عن عودة التجمع الدستوري الديمقراطي بما يحمله من دلالات حكم الفرد والنظام الامني ومصادرة الحريات فان الحقيقة لمن يقرأ تاريخ الانتقال الديمقراطي تختلف تماما على هذا اللي قلو فيه لاعتبارات كثيرة اهمها اولا ان اعادة عجلة التاريخ الى الوراء من حيث المبدأ العام هي عبارة عن استحالة مادية فالنظام القديم صحيح انه يتسرب في زمن الانتقالي وبعده الى المؤسسات الى الوزارات الى الاماكن الكثيرة الا انه يندمج في المنظومة الجديدة الدستورية القانونية القيمية وهو ما حدث بالضبط في روسيا شوفوها اللي يحب يقرأ التجارب الشعوب ويشوف ما يتكلمش على هواه ودول الوروبة الشرقية كذلك ودول امريكا الجنوبية وكذلك في اليونان والبرتغال واسبانيا قبل هذومة اللي كانوا محكمين بانظمة فشية معناها قدامها التجمع ونظام بن علي ما يتسمحت شيء اثنين ان تقدم الزمن يحيل اللوبيات والمجموعات المنتمية للنظام السابق الى افراد فاقدين البعد التنظيمي الجامع الذي كان قائما على ادوات لم تعد موجودة وقد عوضتها مؤسسات جديدة دستور وقوانين جديدة وحرك اخر ومجتمع مدني يكاد يفوق من حيث العدد والقدرة على الحركة والاشعاء على الحزاب السياسية فالواقع اعطى انشطارات في تنظيم التجمع دستوري الديمقراطي خابت جميع المساعي لاعادة تجميعها كما حدث مع الحزب الشيوعي السوفيتي وغيره من احزاب اوروبا الشرقية ثالثا واخيرا فان الكثير من النخب التي كانت في النظام السابق تفضل العيش في ظل الحرية ولو بدون امتيازات خاصة على مسئولية محملة بالخوف وعبادة الشخص والعيش على مستوى المكينة البيولوجية انا اقول نتصالح ونتقدم من فرطوش في الدستور من فرطوش في حجم الحريات اللي احصلنا عليه انقاوموا الاستبداد والديكتاتورية لانها تطلب رأسها وتحب ترجع انقاوموا حكم العائلات وانقاوموا التوريث واعتقد انه الغلبة ستكون لهذا الشعب العظيم اللي قيل عنه في وقت قديم جدا الشعب التونسي قاسم الجبارين اشتركوا في القناة